في أسواق المملكة حسب إمكانياتك تحصل بيحتك موجودة في هذه الأسواق لكن يحصل في بعض الأسواق وهو شيء قليل أن يأتيك مثل جلاب مع غنم مضطر أن يبيعها محتاج لسبب من الأسباب فهو يبيعها قد قد من المعتاد 200 ريال 200 ريال فهذه الأغنام يشتريها الناس اللي يترزقون الله ويكسبون بها 100 ريال أو 150 ريال أو 200 ريال قليلة نقول أنها فرص تجدها في الأسواق الأسواق الأغنام والفرص الحقية في أسواق الأغنام ويبحث عن المكسب في الأغنام الصغيرة الأغنام الصغيرة زي مثل الهرافي الدواغير الجفار الصغار التيوسف الصغار هذا اللي تشتريهم سعر مناسب وتربيهم ثلاثة شهور وتعرضهم بالأسواق يكسبنك دبل هذا اللي هنا اللي مكسب بهن دبل يسمى والنوع الثاني برضو اللي فيه مكسب اللي هي الأغنام التي تباع بالجملة تجيك كمية معروضة معها مواليد وتكون حالة ضعيفة هالأغنام ومعها ثلاثة أسعار هذه ممتازة جدا في رأيها مهملها أو ما يعطيها غذاء بفايدة فهذه هي اللي تشتريها وتربيها ثلاثة شهور تعطيها غذاء زين وصحي تنشط هذه الأغنام وتسمن وتبيعها بعد ثلاثة شهور هذا يطلع لك مكسب بالراس أقل شيء سبعمائة ريال سبعمائة ريال لو قلنا المواليد بعد ثلاثة شهور تتبيعهم على سبعمائة على ستتيمائة وخمسين والأم تتبيعها مثل بستتيمائة إلى سبعمائة ريال بيطلع لك هذه حوالي ألفين ريال ونشاريها بشارية ممكن بلف ومتين أو بلف وثلاثمائة أو بلف ومية هذه الأسعار الأغنام هذه اللي تيجي كميات في هذه الفترة بسيطة تكسب لك بالراس زي ما قلنا سبعمائة ريال تقريما فهذه هي الفرصة الحقيقية الموجودة بسوق الأغنام اللي يبي يسوي الطريقة هذه ويبدأ يشري ويربي ثلاثة شهور فقط وروح يبيع لكن متى اللاحظ أنه السعر اختلف بسوق الأغنام يعني فيه اختلاف كبير اللي هو عيد الأضحاء عيد الأضحاء هو اللي يعتبر الشهر اللي فيه فروقات بأسعار الأغنام يوم باقي ذا شهر الأسعار تقريبا موحدة أغنام الذبح حسب النوع وحسب إمكانياتك تبي تلقى طرق موجود والأغنام من نعم الله وجميع اللحم نحمد الله ونشكره نعمة من نعم الله علينا فجميع الأغنام لحمة يعتمد على التربية والغذاء والأهم شيء الطبخ الطبخ لدور كبير يعطيك اللحم اللذيذ حسب الطبخ وحسب ما يضيف له اللحم من أشياء تجعل اللحم لذيذ فهذه بالنسبة اللي نبدأ أعطناكم عن سوق الأغنام حسب جولاتنا اللي قمنا فيها في كثير من مناطق المملكة نتمنى لجميع التفويق